نروح للكرة الطائرة رجال وكالعادة في النادي الاهلي دايما عنده وفرة كبيرة من اللاعبين عنده لعيبة على مستوى عالي اتنين لعيبة كبار جدا وليهم مستقبل كبير وقدوا السنادي عداء كويس ولكن محتاجين وقت اكتر ان هما يكونوا في الملعب فقرر النادي الاهلي عارة ثنائي الطائرة في النادي الاهلي محمد عثمان ويوسف مرجان عارة المدة سنة يوسف ان شاء الله هيطلع على الاتحاد السكندري ومحمد عثمان هيطلع على نادي بيترو جيت عشان يشاركوا بصفة مستمرة وصفة اكتر وياخدوا وقت اكتر الاتنين اللعيبة هيلين اتنين اللعيبة يعني من اللعيبة اللي بنتظروا مستقبل كبير وهم الميزة ان سنهم صغير طبعا كابتن خالد العودي مدير نشاط الرياضي كل ده طبعا من خلال ترشحات وتوصيات الجهاز الفني بيبتدي يتحرك في هذا الاتجاه طبعا الاعارة مدة سنة بعد السنة ان شاء الله بالنسبة كبيرة جدا هيعودوا تاني للنادي الاهلي وده طبعا بييجي ضمن خطة افساح الطريق عشان يعني يشاركوا بشكل اطول ياخدوا وقت اكتر يمكن في النادي الاهلي ممكن بقدرش ياخدوا الوقت ده ولكن هم خامة كويسة جدا لعيبة ممتازة لعيبة بدليل النادي الاهلي يعني اخراجهم اعارة الاعارة بيباع عقد ثلاثي عقد ثلاثي بين النادي الاهلي والنادي المنطقل ليه اللاعب واللاعب نفسه انما لو النادي الاهلي مش محتاجهم او شايف حتى في المستقبل القريب مش محتاجهم كان ممكن يبقى عارة سنتين عارة ثلاثة ولكن هي عارة سنة عشان يرجعوا تاني ينضموا للنادي الاهلي ومن المنسبة فيه صفقات هتكون تم الاعلان عنها احنا طبعا عارفين السفقات ولكن احنا فقرات النادي الاهلي لا نعلن حتى يعلن النادي الاهلي نفسه عن صفقاته ده السystem جوه النادي الاهلي ولكن فيه صفقات في الكرة الطائرة رجال هنتحدث عنها وفور الإعلان عنها داخل جدران النادي الأحلي.